اهلا بيكو طالبات وطالبات ثلاثة سنوية وبنكمل القواعد التراكمية اللي قالوا انها هتيجي في الامتحان ان شاء الله الفين اتنين وعشرين وقاعدة سهلة جدا هو اسهل جرامر يعتبر في الانجليش اللي هو الكوستشن تاج او السؤال المضاف للجملة او اللي الناس بتسميه السؤال المزيل يعني اللي جاي في اخر الجملة وقاعدة سهلة تماما ما عدا بعض الاستثناءات الجمل اللي احنا لازم نخلي بالنا منها لو جات جملة زي كده ما جاتش يبقى كله تمام ان شاء الله طيب السؤال المضاف للجملة زي ما يقول مثلا يبدأ بالمثال ده اللي is a student والكوستشن تاج بتاعها isn't he isn't he دي معناها دايما ما بيتغيرش الكوستشن تاج معناها ثابت في كل الجمل اليس كذلك بالبلد كده يعني انا عايز اتأكد من المعلومة او عايز اللي بسأله ده انا عارف ان ده فعلا صح بس عايزه يوافق على اللي انا بقوله اليس كذلك مش كده اه مش كده ولا انت رأيك تاني حاجة تاني طيب الحاجة تلات حاجات مهمين جدا في الكوستشن تاج ايه هم اولا ان السؤال ده انا بتكلم عالجمل العامة بقى لسه هندخل في الاسبتشل بوينتز بقى بتاعة الكوستشن تاج ونشوف بعض الحالات بتشيز ازاي اول حاجة مهمة في الكوستشن تاج ان بيبقى عكس الجملة في الاسبات والنفي يعني ايه يعني لما اقول ali is a student isn't he او يعني هنا كانت is مثبتة بقت منفية ده اول حاجة حاجة التانية انا ما قلتش isn't ali صح لا قلت isn't he يعني لازم استخدم دايما ضمير فاعل خلي بالك من دي ما ينفعش احط اسم شخص مثلا او اسم شيء لازم يبقى الضمير اللي بيجي مكانها ويكون ضمير الفاعل مش ضمير مفعول ولا ملكية ولا غيره طيب الحاجة التانية او التالتة بقى ان دايما في الاختصار فيه اختصار في السؤال يعني ايه يعني لو انا اداني في الاختيارات is لوحدها و not لوحدها يبقى غلط يعني مفعش اقول is not hey لازم تبقى isn't hey doesn't hey didn't hey don't you يبقى دول اهم الثلاث حاجات ابقى عارفهم في الquestion tag بالنسبة للجمل العادية جمل عادية زي ايه مثلا مونا بلايز تينيس doesn't she اه ما منفعش اقول does not وجات شيء مكان مونا احمد left early didn't he هي جات مكان احمد ضمير الفاعل الفعل بيبقى مختصر ما منفعش اقول did not he بنقول بالتفصيل علشان كل المستويات اللي بتسمع طيب مثال اخير بقى خامس you spend a lot of time using computers don't you don't you don't you طيب ده القعدة العامة جماعة الظريفة الجميلة اللي ما فيهاش اي مشكلة لكن بعض الجمل بيبقى فيها مشكلة وخلي بالي منها طبعا ده معرفة الفكرة بتاعتها خلاص بقت الدنيا سهلة طيب من ضمن الحاجات اللي اخلي بالي منها اختصار الافعال النقصة المنفية يعني will not او ما ينفعش اقول will not لازم اقولها want want he want she want you طيب ما ينفعش اقول must not لازم اقولها mustn't mustn't you طيب shall not shant shant i shant we وقلنا قبل كده وتخلي بالك ان shall بتيجي مع i و we could not لا تبقى couldn't في الكوستشن تاج نيجي بقى للحالات الشازة ونخلي بالنا جدا منها حاجة شازة يعني انا بعتبر لحالات الشازة دي سهلة ليه لاني دايما فيها حل واحد انا ببقى حافظه اه يعني انا بلاقي الجملة ب let's go ولو خلي بالك ان let's مختصره و let's بستخدم في التعبير او 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 عن الاختراح او 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 عشان كده لما جيت اعمل question tag استخدمت shall we لان shall we بتستخدم في الاختراح يبقى برضو ما جبناش حاجة بغريبة ولا بعيدة فهي لو انا سألت السؤال بطريقة تاني shall we go او بقيت اختراح برضو طيب لكن لما اقول let's us وخلي let's لوحديها واس لوحديها دي مش سيغة اختراح دي سيغة استئذان asking permission asking permission يعني بقول له هل ممكن تسمح لنا ان احنا نقعد هنا طيب انا لو حبيت اعمل الاستئذان ده ب will او او اقولها ب will will you will you allow us to stay here يبقى برضو انا كده استخدمت نفس سيغة الاستئذان طيب دي الحالة الاولى تعال نشوف بقى اكتر حاجة شازة في ال question tag اللي لما يكون عندي am ولما يكون عندي am مثبتة يعني الجملة بدأ ب i am i am مثبتة في النافي مش هنلاقي فيها مشكلة طب ليه بيبقى عشان في صعوبة ان انا اقولها زي ما بعمل مع بقى يعني ما اقولش مثلا i am a teacher am into i لا ما فيش حاجة اسمها am into i am into i امنت بيك يا رب فليها حاجة غريبة كده شازة طب ازاي are مع i are لا بقى ما تسألش السؤال ده هي كده تتحفظ كده ان اي question tag بدأ ب i am او i am دي يبقى ال question سوري الجملة بدأ ب i am يبقى ال question tag بتاعها دايما ما بيتغيرش هو aren't i طيب جبهالي منفية لا جبهالي منفية شكرا دي القاعدة العادية لو جبهالي منفية تبقى القاعدة العادية i am not a lawyer عشان ادفع عنك يا اخويا مثلا am i اه يعني هنا كانت منفية اطلعت لي ام مثبتة يبقى في حالة النفي لا توجد مشكلة طيب تالت حاجة اخلي بالي من الكلمات دي احنا قلنا ان دايما في ال question tag بستخدم ضمير فاعل طيب لو بدأت الجملة مثلا ب everyone someone everybody somebody no one nobody وممكن كمان ده احنا نضيف عليهم حاجة كمان ونضيف عليهم person يان هربيوت person طيب مش هو person واحد ومش اكتر من اه بس عشان كلمة person تفسير الكلام ده يا جماعة عشان بردو انا لما ببقى فاهم مش مجرد حافظ انا مش هغلط في السؤال كلمة person يعني شخص طيب الشخص ده ممكن يبقى male او female ممكن يبقى مذكر او مؤنس طيب ليش معنى اقول عليه مثلا وماقولش الشيء فحاله المشكلة دي وقال لك نقول دي طيب ساموان بيخبط على الباق طيب ما ساموان ده ممكن يبقى واحد او واحدة اش معنى هي زمان كان يقوله هي ومع تزايد حركة المطالبة بحقوق المرأة قال لك ليه ما نقولش الشيء طيب خلاص نريح الناس كلها ونحط مكان الكلمات دي كلها الاندفنت مش محددة اصلا ما بتحددش نوع الشخص نحط مكانهم ذي فكل الكلمات دي لو جات في بداية الجملة وعايزني اعمل question tag ايه الضمير اللي ييجي مكانها يبقى ذي بس في مشكلة برضو تاني ايه هي ان الكلمات دي لما بتيجي في الجملة كفاعل الفعل معها مفرد طب انا لما حط مكانها ذي لأ الفعل المفرد هيبقى جمع وبالتالي شوف المثال بقى موضح الثالث امسنا مش مثال واحد everyone has done اه has done مش have done انا بتكلم على كلمة بتاخد فعل مفرد طيب جيت مكان everyone واستخدمت ذي اوبا يبقى لازم اغير هاز اخليه have عشان ذي مع have حلو طب وبعدين وهنا الفعل مثبت فيطلع لمنفي haven't they طب everybody is at اه واخلي بالي من الاختصارات everybody is at the match aren't they ايدي جات منين are ايوما everybody is لما حطت زي ما كان everybody فاز تحولت لare الجملة هنا مثبتها تطلع لمنفية aren't they طيب جملة ماضي nobody saw the robbers did they طب ليه did مش didn't اه عشان nobody نافت الجملة فهنا الفعل يبقى مثبت الله فيبقى nobody saw did they دي حاجة الحاجة الربعة ولا الخمسة مش هنعد بقى عشان هما كتير طيب الكلمات التلاتة دول something everything nothing لما اجا حطت مكانها ضمير فاعل يبقى it it يعني عندي جملة زي كده something has happened hasn't it something has ومريحة نفسها هي بتاخد فعل مفرد وإت أصلا مفرد فهذا ما تغيرتش لكن المثبت طلع لي منفي hasn't it نيجي بقى لحكاية النفي النفي مش مجرد don't مفرد وبالتالي question tag بيبقى مثبت seldom نادرا never scarcely نادرا برضو neither والامريكانز يقول لك neither لأنا ما بحبش الامريكان little little طب little آه طب لو a little لأ ما انت ترجع بقى للفيديو بتاع countable والuncountable اللي هو من ضمن القواعد التراكمية ولنك الفيديو موجود في صندوق الوصف في كل فيديو بنحطه اليمندول هتروح تلاقي a little لا ما تنفيش الجملة طالما في a قابليها لان لما بحط قابليها a بقى a little تساوي sum و sum مثبت وقلنا زمان الفرق بين little و a little معلش احنا بنسيب اللي بنشرح ونرجع نفكرك بحاجة تاني عشان كله متصل ببعضه لما قول a little يعني معناها حاجة قليلة بس تكفي طب little من غير a لا little من غير a قليلة لا تكفي وبالتالي تدي معنا النافي اوه طب يعني انا برضو ما ممكن اللغبط انا وما افتكر افتكر بحاجة زي ما كنت بقى اعمل انا زمان من حاجة واربعين سنة كده كنت افتكر ازاي او a little كلمتين لكن little كلمة واحدة والكلمتين اكتر من الكلمة يبقى a little هي اللي تكفي يبقى a little هي اللي مثبتة ونفس الكلام تعمله مع مين مع فيو فيو بس لا تدي معنا النافي طب a few باتخل ويكفي طب ايه الفرق بين little وفيو عشان little للكمية وفيو للعدد يبقى كده احنا رجعنا برضو حاجة في الكاونتبل والانكاونتبل طيب ايه كمان كلمات تاني بيرلي بيرلي يعني زي هاردلي زي يعني تقريبا مفيش فالكلمات دي تعتبر نفي للجملة ريرلي نادر لم يعد نان ولا واحد منهم وخدنا قبل كده لما كنا بنشرح في اه 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 ونان ان دي بتشير لأكتر من اتنين يعني من ثلاثة فا اكثر كل موصل على بعضه تعال نشوف الكلمات دي بعضها كده في امثلة عشان نعرف الفرق بينهم he no longer comes اه no longer comes يعني الجملة منفية يبقى انا عايزها مثبتة وما انا لازم اجي فعل مساعد الفعل المساعد ده يدو يدز يدد ده لما يكون الاكزيلي ريفيرب انا عايز الفعل المساعد طب لنفتد ان الجملة فيها فعل ناقص لا فيها فعل ناقص باستخدم نفس الفعل الناقص اللي عندي should shouldn't can't can't will won't وهكذا زي ما قلنا طيب he no longer comes early does he اه بالسؤال المثبت لان الجملة منفية no longer طيب there is hardly any food is there اه hardly بتنفي طيب ايه there there ده ضمير برضو بيستخدم بقى هو ضمير فاعل هستخدمه كضمير فاعل في الquestion تاج يعني بتفضل زي ما هي is there few people knew the way اه few من غير اه كلمة واحدة مش اتنين دي بتمفي did they يبقى السؤال مثبت اوبا في الجملة اللي بعدها حط اقبل few بقى لأ اه few مش few يعني مثبت يعني الكوستش انتجي يبقى منفي a few people knew didn't they طب none اه none of the students attended the lecture او نافت الجملة بقى يبقى السؤال مثبت did they و they رجع على students she has a little money a little مش little ايه دا a little اتنين يعني اكتر يعني 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 مثبت doesn't she ايه دا سوان يا مستر مش هي تنفع برضو hasn't she اه تنفع في حالة ان have يبقى هو الفعل الاساسي في الجملة مش فعل مساعد زي has done وhas done وhas been خلاص يبقى ينفع استخدم معه دو does عادي او اعمله هو هو في question tag وقول hasn't she فتنفع doesn't she وhas she طب تعال في الجملة الاخيرة بقى المثال دا واخد لبالي she knows little about midson او يبقى كده منفية اخلي السؤال مست does she دي كان القصة بتاعة اما تكون الجملة منفية والكلمات دي اخلي بالي منها تعال نيجي بقى الحالة تاني في حالة الامر المنفي يعني امر منفى جماعة امر منفى يعني بيبدأ don't don't open the door والامر المنفي بيبقى الفاعل في مستتر زي ما بنقول في العربي يقولك الفاعل مستتر تقديره you يعني you don't open the door بس احنا في الامر ما بنحطش الفاعل المستتر ده في الانجلش طيب وفي العربي برضو تمام فلما يبقى عندي امر منفى زي كده don't open the door will you يعني اي امر ام منفى احط اللي will you طيب ما سهلة هاي الحمد لله question tag سهلة جدا طيب الامر مثبت الامر مثبت بينفع فيه حاجات كتير اكثر هم استخداما won't you close that door won't you طب ممكن استخدم ايه تاني ممكن اقول will you ايه ده زي الامر المنفي اه ممكن استخدم could you would you can you ايه ده هيص يعني مفيش مشكلة ابقى عارفهم طيب نيجي بقى حتة سوري عم تعمل لغبطة لبعض الناس لما يجيب في البداية شبه جملة شبه جملة بدأ ب i think i believe i suppose افترض i guess اخمن الجملة بتاعت انا اعتقد وروح جيب لي جملة بعديها طب ايه ده السؤال المذيل يبقى على مين لا السؤال المذيل يبقى على الجزء التاني مش على i think ولا i believe يعني يعني معنى طب حاجة تاني لما ابدأ الجملة ب i don't think i don't think انا لا اعتقد ان الكلام ده صح يعني الكلام ده غلط يبقى شيء طبيعي لما ابدأ ب i don't think يبقى انا كده اعتبر نفت الجملة التانية اه طب انا بان في i don't think لكن لما اجعمل question check بعمله على الجملة التانية طالما الضمير بتاع الفاعل هو i اوي يعني يعني اي اوي يعني طب افرض مش اي اوي ما انا بقول لك هو لاحظ ان في الحالة دي اذا كانت الجمل تبدأ بالضمير اي اوي فيبقى السؤال على الجملة التانية لكن لو بدأ بأي ضمير تاني غير اي ووي يبقى السؤال على الجملة الاولى تبت لغبطنا ليه يا جدع طب تعال نشوف اي بدأ بأي لا خلاص يبقى دا والوين دا مثبت يطلع لمن في وانت شي على هالا بقى اي اي اأخ inver ان او اي ببقى بردو هي تجد الجملة على البعض كلها تعتبر من في بس الكوจ ابقى في الجملة التانية عشان اش growing اك طب اذا بدأت الجملة بضمير you they he she مع think ومع believe ومع suppose والأفعال اللي قلناها اوه لو بدأت بضمير تاني غير i و we يبقى الكوستش انتاج على الجملة اللي فيها think وبليف وسuppose الى اخره يعني لو قلت he thinks that the team will win لا اجيب على الاولى عشان بدأ بهي يبقى doesn't he اوه بس فهمت يبقى المشكلة كلها في i و we i we the question تجعى الجملة التانية اي حاجة غير i we we يبقى the question تجعى الجملة الاولى خلاص عرفناها بقى خش في حاجة تاني انت تقع تطول في الفيديو عالفاضي في حالة وجود have كفعل اساسي انا لسه قيلها ينفع استخدم do وينفع استخدم have يعني ايه يعني هي هزا الكار ايه الكوستش انتاج بتاعها ينفع اقول doesn't he وينفع اقول hasn't he لتنين صح مش هيحطي اللي لتنين فتشوز طيب ما تقول حاجة كمان اخلي بالي من الكوستش انتاج مع التعبيرات دي اه هاد بيتر فاكر دي اسمها هاد بيتر لان هي المشكلة طبعا احنا الاباستروفي دي ساعات بتبقى اختصار هاد وساعات بتبقى اختصار وود لكن هاد بيتر ده اسمه ادفر بحال نوع من الحال وبالتالي هي سابتة ما بتتغيرش اه يعني دايما هاد بيتر الكوستش انتاج بتاحها هاد انت يو you better leave هاد انت يو طب ام الحكاية وود راذر اها اسمها وود راذر وود راذر ايه ده مش راذر ده مصدر لأ وود راذر ده ادفر بباردو ودي حالة شازة سابتة ما بتتغيرش you'd rather go wouldn't you طايم انا قلت من شوية يا جماعة ان there there ده ضمير فاعل بتبدأ بيه الجمل وبالتالي باستخدمه هو هو كضمير في الكوستش انتاج يعني لما اقول there isn't any milk اذا تكرار تاني يعني جملة زيادة بقى كمثال عشان من ننساش حكاية there there isn't any milk in the fridge is there اوه هنا من فيها طلعت لي مثبتة طيب كمان اخلي بالي ان انا باستخدم it لو الجملة بدأت ب this او that بحط مكانهم it this is not right is it is it it مكان this ومكان that طب عدي جملة if كلنا عارفين ان if بتربط جملتين يا تارا الكوستش انتاجي على ان هي جملة في يوم بيبقى على الثاني يعني الثاني وانا مش عاجباني كلمة الجزء الثاني لانه هو ساعات يروح تطلي if في النص فالجزء الثاني يجي في الاول فارجوك خليك فاهم مش مجرد حافظ اما اقول الجزء الثاني يعني جواب الشرط لو جات if في النص هتلاقي جواب الشرط جاي في الاول يعني تعالى نشوف عملي if she doesn't have a map ده اسمه فعل الشرط طب فين جواب الشرط اهو she'll get lost طب ده كده عنده جملتين ربطهم if يبقى على جواب الشرط اللي هو في will يا جماعة ممكن يبقى فيه will ممكن يبقى فيه كان ممكن يبقى فيه must ممكن يبقى فيه حاجات كتير won't she اهو طيب افرض عكاسها وجاب لي she will get lost في الاول if she doesn't have a map هتتلغبط حضرتك لا طبعا ما انت عارف ان كده جواب الشرط جاي في الاول وقف في النص خلاص هتبقى won't she برضو مش فارقة يعني انا عايز الناس فهمه طيب عندي اكتر من فعل مساعد في الجملة يا ترى انهي فيهم اللي يجي في الكوستش دايما الاول يعني لو عندي اهو should وhave وتصريف ثالث they should have come earlier shouldn't they يبقى انا خدت على الاولاني طيب عندي ought to هو نظرا لان برضو يبدو انهم استصعبوا النطق في حكاية ought to وقال لك بدل ما نقول oughtn't خليها shouldn't فيفضل استخدام should بدل ought to في الكوستش انتاق قدتوا في الجملة عادية هو they ought to come shouldn't they بدل oughtn't they طيب نيجي باع الحاجة برضو بتلغبط الناس وانا مش شايف انها بتلغبط ولا حاجة طيب انا نجيهم جملة اللي في اه اه اقول لك قاعدة زماني اقول لك قاعدة توتو مش هناخد توتو يا مستر السندي تعال نشوف توتو يا جماعة اه تو تو بتدي معنى طيب تعال نشوف شرحنا قبل كده حكاية so such or too enough رجع لهم الجملة بتقول ايه she is to ill to go to school اتعامل معاها كجملة عادية جدا الفعل is must but وبالتالي الكوستش انتاق بتاعها هيبقى isn't she طيب ازاي يا مستر ما قالونا ان توتو بتنفي الجملة افهمك دي اصلا كانت جملتين افردهم كده لو انت شاطر رجعهم لجملتين زي ما كانوا قبل ما توتو يدخل في الجملة بتقولتو دا دايما نعمل مشكلة كانت الجملة she is ill او very ill طيب الجملة كانت ايه التانية she can't she can't go اه يعني النافي اللي كان موجود في الاصل كان على الجملة التانية لكن الكوستش انتاق بيبقى على الجملة الاولى اللي هي اصلا مسبتة اه يا لئيم بس خدنا بالنا يبقى دايما اي جملة فيها توتو الكوستش انتاق بتاعها بيبقى منفي عادي بالشكل ده نيجي بقى المين مصد ملك طب ملك انفعلتك كده مش عارف اهو كده وخلاص طيب the house must be worth millions وworth دي يا جماعة معناها يساوي بقيمة مادية معينة يساوي عشر تلاف جنيه يساوي الملايين طيب مصد عادية جدا زي اي مودة الفيرب استخدمه هو هو وان فيه وتبقى mustn't it طب هرفتارد انه هو mustn't خلاص يبقى must يعني اما اللي حاطتها ليه اهو حبيتها اللي تنظرك بخلاص شريلي مصد تستيب صليت مصد حتى بقى تايواني او صيني بتقول ايه ساعات الفاعل بيبقى محزوف من الجملة وبالذات في الحديث لما يكون حوار بين اي و بيه بين اي اتنين مثلا فيقابلوا كده واقفين منتظرين لتو بيس وواحد يقول لي التاني عايز يفتح معا كلام فيقول له اوفل واذر جو فظيئ شايف الحر النهاردة والحر مبارح هو المبارح يا ساتر يا رب اوفل واذر طب ايه ده يعني هي يعني طب فين الفاعل هي اصلها اهو اصلها اهو اتس اوفل واذر طب وبالتالي الكوستشن تاج ات دي رجع على اهه على الجو يبقى ازنت ات اتس اوفل واذر ازنت ات طب نوبادي ات هوم الجملة دي فيها حاجة هي الجملة اساسا اه سوري يا جماعة سوري الجملة اساسا there is nobody at home يعني كان الفاعل there مش الفاعل nobody طب الفاعل ما مفاش فاعل اهو فهي اصلا في there is محزوفة يجوز حسفها nobody at home لا يوجد احد بالمنزل if there طب ايه يعني is there anybody home ات هوم يبقى الكوستشن بتاعها question tag is there طيب دايما انا خلي بالي بقى من حكاية الاختصارات في الجمل عشان دي بتلغبة الناس في حل الكوستشن تاج في تشوز يعني ايه يعني لما يقولي the books laid on the disk اه فعل laid اصلا هو فعل lay يضع ل ايه واي وتصريفه زي باي يدفع زي سي يقول اهو بنرجع نفرق بين الكلمات فلما اقول the book is laid on the disk وضع على الدسك isn't it isn't it اه يعني مش كل apostrophe is وراها تصريف تالت تفتكرها اختصار has لا دي جملة مبنية للمجهول وفي المبنى للمجهول بنستخدم verb to be فدي اصلا is مش has طب وما للتانية تعالوا نشوف the books been lost يعني the book has been lost ايه ده مجهول برضو اه مجهول بس هي اصلا مضارع تام مبنى للمجهول يبقى the book has been lost فهاز هتبقى hasn't hasn't it يا اخي جاي بجمل صعبة انت دا كده ولا حاجة لا يا ابني مش صعبة ولا حاجة انا بوريك كل الاحتمالات بص لي بقى عملنا اللي علينا بعد كده هو جاب الصعب اهلا بيه عارفينه جاب السهل العبيض بتاعت you are a student aren't you نشكره شكرا كثيرا طب اللي بعديها the books benefited you a lot hasn't it اوه هنا benefit يفيد على فكرة benefit ينفع حاجتين ينفع يفيد وينفع يستفيد لو جه بمعنى يفيد زي كده ما ياخدش حرف gar طب جه بمعنى يستفيد benefit from يستفيد من يبقى دا ياخد حرف gar from مش موضوعنا بس برضو افتكرته فلما اقول the books benefited you الكتاب هو اللي افادك يبقى دي جملة مش مجهول دي جملة اساسا مضارعة ايام اذا ال apostrophe s دي اختصار هاز والجملة كانت the book has benefited you hasn't it الله على الكلام الجميل ايه المثال اللي بعده she done she done she done she had done ما ال apostrophe دي تبقى اختصار هاد لو وراها تصريف ثالث لا سيبك من هاد بيتر وود راذر دول حالات ثابتة she done she gone she seen يبقى هنا اختصار هاد وبالتالي hadn't she ده هاد وتصريف ثالث طب she do if you paid او جابها لي هنا بقى وجايب بعديها infinitive يبقى ال apostrophe d هنا اختصار would she do the job wouldn't she الله على ال question tag وكده عندك exercise صايز انت اللي هتحله الله انا حلهلك ليه احلهلك ليه ما هو نفس الكلمتين اللي كنا بنشرحهم طب دول كم جملة 34 40 يا لهو 56 طب وبعدين وبعدين نموذج الاجابة بتاعتهم في الاخر لو مش فاهم حاجة منهم حط سؤالك تحت الفيديو كده يبقى احنا شرحنا القواعد التراكمية في الدسكريبشن بقى في صندوق الوصف اللي تحت الفيديو عندك اللينكات بتاع فيديو الشرح المعدود وغير المعدود الكاونتابول والأنكاونتابول شوفوا لان داخل في الامتحان عندك الفيديو برضو معايا في نفس الفيديو آه وأن وذا أدوات المعرفة والنكرة الارتكولز آه برضو هتلاقيها في نفس الفيديو عندك تحت الفيديو شرح حالات كلها بالتفصيل وداخل تراكمي في الامتحان ارجع شوف الفيديو بتاع اف كويس وأتمنى لكم التوفيق بإذن الله لو ان شاء الله كانت الصحة تسمح ومفيش مشاكل بإذن الله هنعمل أكتر من فيديو كمراجعة لليلة الامتحان بإذن الله تابعوا القناة بقى اوعى تعمل لايك ولا سبسكرايب تسمعكم من الكلام الفاضي ده ميش بالتوفيق يا جماعة ان شاء الله